أخي أختي أود أن أقدم لك نصيحة دينية مؤثرة في أقل من دقيقة تذكر دائما أن الله يراقبك ويعلم كل شيء عنك حتى أصغر التفاصيل لا تستهين بأعمالك الصغيرة فقد تكون لها أثرا كبيرا في حياتك وحياة الآخرين اعمل على تحسين نفسك وأفعالك وكن صادقا ومخلصا في كل ما تقوم به استغل وقتك في العمل الصالح والعبادة فالحياة قصيرة والوقت لا يعود قم بأداء الصلوات في وقتها واقرأ القرآن وتدبر معانيه وقدم يد المساعدة للمحتاجين والفقراء والمساكين تعاهد نفسك على اجتناب المعاصي والذنوب واكتسب الأخلاق الحميدة مثل الصبر والعفو والشجاعة اعتنى بعلاقتك بالله واعلم أنه سبحانه يحبك ويرحمك ويغفر لك إذا توبت إليه بصدق في النهاية لا تنسى أن الدنيا مجرد محطة عابرة في رحلتك إلى الآخرة اعمل بجد لتحقيق السعادة والنجاح في الدنيا ولا تنسى أن الجنة هي الهدف الحقيقي الذي ينبغي أن تسعى إليه أسأل الله أن يوفقك ويسدد خطاك في طاعته وأن يجعلك من الصالحين والمؤمنين واذكر دائما أن الله هو الرحمن الرحيم وهو الذي يغفر الذنوب